خليني أقول إن كمان في مشهد مرتبط بدا شغل الرأي العام وأنا حاخده من المصر اليوم برضو مهدياً ذراعه لأطفال غزة مقاومة من نوع آخر صحفي أمريكي يشعل النار في نفسه أمام البيت الأبيض يعني بعيداً عن إن هذه الواقع تم انتقادها في أمريكا وتقال إن إحنا مع الحاجات السلمية مش مع الحاجات اللي فيها عنف لكن في صحفي أمريكي وقف قدام البيت الأبيض يوم السبت اللي فيت كان فيه يعني وقفة للتضامن مع الناس في غزة وقال أنا حتضامن مع عشر تلاف طفل فلسطيني فقدوا أطرفهم خلال الحرب اللي فاتت دي سنة اللي فاتت دي وقام بإحراق إيده الشمال تصوروا إنه عمل كده قدام العالم كله أم رفعها الفوق وقال إحنا كصحفيين كمان طول الوقت بننشر أخبار مغلوطة وكاذبة طبعاً